يبدو أن تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم وصلت أيضا إلى ملفات اللجوء في الاتحاد الأوروبي فقد أعلن الأخير انخفاض طلبات اللجوء المقدمة في منطقته خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 69% مقارنة بالربع الأول وبنسبة 68% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يرجع مكتب الإحصاء الأوروبي السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الحاد في عدد طلبات اللجوء إلى التدابير الطارئة التي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها بدءا من أذار الفائت بسبب تفشي الفيروس وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الطلبات المقدمة تصدرت الطلبات القادمة من سوريا المشهدة بمعدل 16% تليها أفغانستان بمعدل 9% وأخيرا فينزويلا بمعدل 7% وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الوجهة الأبرزة في تقديم هذه الطلبات اتقدم 14.200 لألمانيا و8.900 لفرنسا و7.200 لإسبانيا لتشكل الطلبات المقدمة إلى هذه البلدان ثلثي إجمالي الطلبات أما الطلبات المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي لا تزال في مرحلة القرار حتى نهاية حزيران الماضي بلغت نحو 850 ألف طلب منها 34% تنتظر البت فيها من قبل ألمانيا وتسعة عشر بالمئة في فرنسا وأربعة عشر بالمئة في إسبانيا لا يبدو أن هذا الانخفاض المضطرد في حجم طلبات اللجوء المقدمة في الاتحاد الأوروبي سيتغير خلال الربع الأخير من العام الجاري وسط استمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في معظم دول الاتحاد ترجمة نانسي قنقر